السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة سكوزين فاميلي اليوم ان شاء الله نشترك معكم بديل الورقة ديال البسطيلة اللي كانت تعمل فيها مكونات اللي كتجعل هاد العجين هدا كيجي رائع جدا وكذلك الحشوة اللي مختلفة اتمنى ان شاء الله تعجبكم وتفضلوا معي باشتفوا تفاصيل الفيديو بسم الله على بركة الله لتحضير العجين غا نحتاجو السميد الناعم او السميد الرطب كل واحد كيفاش كيسميه يعني اللي كنحضرو به المسمن يعني الطريقة ديال العجن ديالو هو غدا نستعملوا الماء باش هدوك الحبيبات غا ديتفكوا يعني بحلها غدا نجريو هاد العجينة انا فيتمنى اتشاركت معكم الطريقة اللي كتجي سهلة جدا غيجربوها ركتختلف يعني كتتهل علينا والعجينة كتجي مختلفة وكتجي رطبا نخلطو مزيان يعني هاد هاد العجين حتى كيو اللي يرتب حتى قدر يكون حتى جاري شوي على هكذا ومن بعد نقدروا نخليه يعني لكان عندنا الوقت هنا عالنا ضرر اللي الفيديو راك نسرع ولكن لكان عندنا الوقت نخليه نغطي ونخليه يرتاح وانشون قديوش يشغيل اخر عاد نرجعه نكملوا العجينة هنا غدا نستعمل يعني المكوين اللي كي يجعل هاد العجينة كتجي رائع جدا هو نصف ملعقة صغيرة ديال بيكربونات دوسوديوم غنستعمل ثلاثة ديال المعالق ديال الحامض اللي نقدره نعوضوه بخل التفاح باش كتتتفاعل لنا البيكربونات يعني كتدوب تماما بها الطريقة وكتتفاعل وكتعطي المفعول ديالها وإلا إلا ضفنا هاغي هكذا كما كتعطيناش نتيجة مزيانة من بعد غنزيدو غنخلطو مزيان هاد العجين ديالنا مع البيكربونات وعاد غنزيدو الملح استعملت 400 كرام ديال التقيق الناعم او السميد الناعم عفون او السميد الرطب واستعملت 400 كرام ديال التقيق الابيض يعني الفارينة مغربلة كن نخلطو مزيان هاد العجينة هادي كنبقى نضيفو بشوية بشوية حتى كتتجمع لنا يعني العجينة كاملة حتى كنت تعملو يعني الكيمية اللي كانت عادلنا كاملة فالاخر هاد نحصلو على 800 كرام ديال العجينة غيكا نخلطو مكن دلكو موالوان غدا العجينة غيبيض واحدة من بعد ما غاديت يعني نجمع العجينة كاملة غدا نخليها كيف كتشوفو ما مدلوكاش غدا نخليها غي ترتاح ومن بعد غدا رجع باش غدا نشكل منها كويرات ونخليها ترتاح بما وجد الحشوة بالنسبة الحشوة غنستعمل هنا لزيبيناغ او السبانيخ يعني هاد الاوراق الصغيرة كيف ما كتشوفو ممكن تستعملو حتى الاوراق الكبيرة انا هادي اللي توفرت اللي كانت عندي صافي كنستدو عليها في طنجرة هكذا وكننقصو البوطة ما كنستعملوش للماء بالمرة باش كتجينها لديدة من بعد ما كدبل يعاد كننضيفو لها التوابل باش كنتحكموه في توابل لانه الى استعملنا كل شيف مرة يعني كينلي كيستعمل كل شيف مرة ما كنتحكموش في توابل وقدروا نضيروا التوابل كتيرا ودينا زيبيناغ مورين هناك نستعملو شوية ديال التحميرين يعني تقريبا استعملت غير نصف ملعقة نصف ملعقة ديال الفلفلة حرة ولكن هادي كتبقى عيه على حسب الزوق واستعملت حبيبات ديال الكامون الزنجبيل الطريحته واستعملت تقريبا نصف ملعقة والقصب الريابس استعملت ملعقة صغيرة عامرة لانه كيل الدد هو والحامض المصير اللي كنت حضرت معاكم استعملت تقريبا نصف حامضة مصيرة وبالنسبة للتوما حاولوا تستعملو شي معلقة كبيرة ديال التوما باش كيجينا مزيان يعني ثلاثة ديال فصوص هكا كل اربعة وكنتستعملو شوية ديال القصبور يعني تقريبا ملعقتين كبيرتين وغدا رجعو هاد التنجرة هادي على النار يعني تقريبا خمسة دقايق غي باش كيتلقو التوابيل المضاق ديالهم من بعد ما اه تلقو المضاق ديالهم يعني شحرتها خمسة دقايق كنخليوها تبردو حد شوية عاد كنزيدو نصف كأس ديال الزيت الزيتون باش كتبقى المضاق ديالو باين اولا وثانيا كيتواتا مزيان مزيان مع هاد السباني خادو كيجيو لدادين بزاف بزاف النص غا نستعملو الحشواء ونصغا نقدمو كمقبلة هنا غدا ناخد حبة ديال البصل وغا نضيف لي غدا نشحرها مزيان من بعد ما شحرتها غنضيف ليها هنية 300 قرام ديال الكفتة وغنزيد هنا حبتين غي صغورين ديال البطاطيس اللي غي باش يفتي ولينا ديك الكفيتة يعني باش كتجي فتية وفي نفس الوقت كيشربوا السوائل اللي غتكون في الكفتة وما غاديش نشحروا الكفتة بزاف غيشي شوية لانا فاش كنطيبوا بزاف الكفتة غادت غادت تنشف وما يجيناش مزيان هنا استعملت ملعقة كبيرة ديال القصبور شوية ديال الخردل واستعملت الملح استعملت هنية الزنجبيل وشوية تقريبا ملعقة صغيرة ديال الحامض المصير مقطع قطاع صغيرة وشوية ديال تحميرة وشوية ديال الكامون غنضيها تشحر من بعد ما تشحرت غنزيد ليها هنية القصبور والمعدنوس صافي وغدا نخليها على جنب وغدا نمشي باش غدا ننكراميلي زي هاد هاد البصلة هادي تقريبا عندي هنا خمسة ديال الحبات غنزيد ليهم غزية الزيتون ونقص عليهم البطاء ونخليهم حتيت كاراميلي زيان مع شوية ديال الملح كيف كتشوفو هنا صافي هاد الحبات ديال العجين هنا عبرتهم يعني عبرت كل حبة عبرت فيها 30 جرام باش كي يجيني كل شي القياس متساوي انا هنا وريتكم يعني الحشوة اللي غنستعمل هادي هي البصلة ولت على هاد الشكل صافي غدا ناخذ هادوك الحبات ديال العجين يعني العجين اللي قتليكم يعني عبرت فيه 30 جرام وبالنسبة للزبدة اللي كنت وريتكم هادوك الزبدة غدا نستعملها غيف الداخل ديال هاد العجين يعني غنشكل هاد العجين على شكل مسمنا احنا كنسرحها بزيت الزيتون والداخل غدا ندهنا غيب الزبدة اللي طبعا يعني زبدة زبدة حيوانية لي زولت منها الحليب يعني سخنتها وزولت منها الحليب ونزول ايضا الكشكوشة اللي كتكون من الفوق يعني الرغوة اللي كتكون من الفوق فيتمنى يعني تشاركت معاكم الطريقة ديال الزبدة يعني بالفرنسية كتسمى البورك لاغي فيه هنيا كيف كتشوفو كنا رقوا العجينة مزيان باش كي يجينا ذاك البسطيلة غتجي يعني العجينة ديالها مقرمشة يعني كلها بسطيلة يعني بحلي ما فيهاش بسافتي الورقة غي شوية يعني كي يجي المضاق ديالها رائع جدا يعني احسن بكثير من شحال هدي كنت كنستعمل الورقة انا كنت كان عجزة نحضرها في البيت كنشري الورقة ديال السوبرمارشي دباسا فيه غنو اللي نستعمل غي هدي بالبيكاربونات دوسوديوم والخل او الحامض كتجي رائع جدا ونقدر نحضروا بها حتى البسطيلة الكبيرة كيف ما شفتوا معايا غدا نشكلهم كاملين وعاد غنبدأ نوجد في المسمن يعني غنوجد غي الكيميال غنحضر بها هاد البسطيلة هادو يعني كنشكلها هكا على شكل المسمن غي باش كي يجي نذك الورقة كتجي مرقة اول حاجة غدا نحطوه هنا يا الكفتة وبما ان يعني الكفتة ناشفة يعني ما فيهاش لما يعني بهذيك البطاطا افتية في نفس الوقت باكت جينا العجينة يعني كتجي رائع جدا بعض المرات المسمن مني كنستعملوا يعني بعض السيدات كيستعملوا العجينة دي المسمن بحل هاد المملاحات من بعد كي يجي بحل رطبين لان الحوشوة كتكون فيها الماء كتلق لنا في يعني في المسمن في العجينة وكتجي وما كي يجي ناش ما كي يجي ناش مقرمش هنا اضفت الكفتة من بعد زيت هادك البصل الكاغامي ليزي ومن بعد زيت ليزي بيناخ وما الفوقانين هاد الحوشو هادي فايتمني تشاركتها معاكم تقريبا دبا عامين باش حطيتها في القناة غي هي كنت في بلاست هادوك اللي يعني البصلة المشحرة او كاغامي ليزي هادك كي زيت عليها البيض انا دبا ما بقيتش كنزيد البيض يعني وليس كنحضرها بها الطريقة هادي كتجي ألد وكتجي خفيفة من بعد كيف ما شفته زيت ليها شوية ديال اللوز باش كيعطينا ديك القرمشة وخا كي طيب كي بقى مقرمش يعني وخا وخا كنطيبوه كتبقى ديك القرمشة بالنسبة اللوز انا غي حمارته غي في الفورن يعني هكدا كب القشرة ديالو وقطعته غي بالموز باش كي بقى طريفات يعني بينين شوية وغادي نستمر بنفس الطريقة حتى غنكملهم كاملين يعني نكمل بسيطلات كاملين غي هيك نسدهم مزيان ملتح باش ميتحلوش صافي من بعد ما كملتهم غدا ندهنهم دبا الوجه ديالهم بشوية ديال زبدة وغدا نسخن الفرن درجة ديال حرارة ديالو تكون ميتين وعشرين وندخلهم حتى يتحمروا من بعد غدا نقص الدرجة ديال الحرارة باش كي طيبوا احتمل الداخل كيف ما كتشوفوا معي هادي هي النتيجة كيجي ورائعين جدا العجينة كتجي مقرمشة يعني نقدروا نحضرو بها حتى الحلو و إن شاء الله غدا نحضرو بها بالثاف ديال حويج كنتمنى ان شاء الله تحافظوا بهاد الوصفه هدي تحافظوا بالفيديو باش ان شاء الله هاد عاجين هذا اللي غدا نسميه ان شاء الله العاجين السحري اللي غدا نحضروا به بزاف د simples دياليالحويجات ان شاء الله ان شاء الله تشربوه هاد البسيط للت هادو وان شاء الله غدا نتشارك معكم يعني المحنشات وكذلك لسيجار اللي حفرتهم بحشوة مختلفة. والى فيديو قادم ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله.